بدنا نكمل اليوم شغل على تصميم شاشة المحادثة وبدنا نغير لون خلفية الرسالة واتجاهها اعتمادا على من أرسل الرسالة أنا هون عامل تسجيل دخول المستخدمين على موبايلين مختلفين بهذا عامل تسجيل دخول من خلال الإيميل عمارات ووبسايد دوت كوم وبهذا الموبايل عامل تسجيل من خلال إيميل تاني وهلأ مثلا إذا كتبت رسالة هون مثلا هلو ياسمين راح تشوفوا الرسالة ظهرت هون عند ياسمين لا تلقوا هلا على ترتيب الرسالة راح نعالج هذا الشي بعدين بس هون عند ياسمين لازم الرسالة تظهر على الطرف اليساري وبلون مختلف لأنه شخص آخر هو اللي بعت الرسالة خلوني بالأول غير انحناء زوايا الفقاعة أو الدائرة بحيث تكون بس مدورة من الطرف اليساري العلوي ومن الطرفين السفليين يعني بدي الزاوية هون من الطرف اليميني تظهر بس للدلالة من أي طرف اجت الرسالة ولنساوي هذا الشي بدنا نفصل هذا البوردر ريديوس لأربع زوايا ونعطيهم الانحناء اللي بدنا ياه بدلا من انه يكون عندنا زوايا مدورة لكل الاطراف فيني غيره واستخدم بوردر ريديوس دوت انلي وهي بدها تساعدني وتخليني اعطي قيمة مختلفة لكل زاوية على حدة وفيني هلا اعطي للتوب ليفت زاوية مدورة ريديوس دوت سيركولار بقيمة 30 وهذا راح يكون لهي الزاوية والبوتوم ليفت راح اعطيه كمان سيركولار بقيمة 30 وللبوتوم رايت كمان نفس الشي وهيك راح يكون عندي زوايا مدورة بس لهي الاطراف اما الطرف اليميني العلوي ما راح يكون مدور اذا ضغطت حفظ راح شوف مثل سهم او مثل مؤشر لحتى يعطيني الاحساس انه هاي الرسالة جايه من المستخدم اللي على اليمين خلوني كمان غير اللون الايميل بدلا من هذا اللون الرمادي هون راح اعطيه colors.yellow بدرجة 900 مشان يعطيني اللون البرتقالي اللي بديه وهلا بدي يغير اللون الخلفية واتجاه الرسالة تبع المستخدمين الاخرين ولحتى تساوي هذا الشي نحتاجه نعرف كم شغله بالبداية واذا طلعت لفوق نحنا بنعرف وعنا هاي signed in user يعني بنعرف ايميل المستخدم يلي حاليا عامل تسجيل دخول على التطبيق بالاول لازم منقول هادا المتغير خارج ال stateful widget لهون وهلأ فيني استخدم هادا المتغير بكامل الملف وليس فقط بس بهاي الوجت اللي كان موجود بداخلها وهلأ فيني استخدمها بداخل message stream builder يلي انشأتها تحت وهون عنا كمان وحصلنا على ايميل المرسل من خلال هادا المتغير فينا ننشأ متغير جديد final وسمي current user يعني المستخدم الحالي وفين يخزن بداخله signed in user dot email يعني بدي يخزن فيه ايميل المستخدم يلي حاليا عامل تسجيل دخول وهيك هلا صار عنا ايميل المستخدم يلي قام بارسال الرسالة وهون صار عنا ايميل المستخدم يلي هو حاليا عامل تسجيل دخول على التطبيق وببساطة فينا هلا نقارن هادول المتغيرين لحتى نعرف اذا الرسالة يلي تم ارسالها وعم نقوم بفحصها هون هي نفس هالرسالة اللي جاي من المستخدمي لعمل تسجيل دخول يعني اذا كان المستخدمي لعمل تسجيل دخول هو نفسه المستخدمي اللي قام بارسال الرسالة فبيدي اعطي لون خلفية مختلفة او العكس فينا ببساطة نستخدم F-statement لحتى نفحص اذا current user تساوي تساوي message sender يعني اذا كان المستخدمي اللي حاليا عامل تسجيل دخول يساوي المستخدمي اللي ارسل الرسالة يعني اذا تحقق هذا الشرط بدي اشتغل الكود يلي بداخل الأقواص المتعرجة رح اكتب تعليق The Code of the Message From the Signed In User وهلا لحت توصل هاي المعلومة اللي راح تجيني من هون لداخل المسجلين محل ما اللي مصمم الرسالة فيني أنشاء متغير جديد بداخل Constructor بعد هدون المتغيرين رح أنشاء متغير من نوع Boolean يعني بياخد القيمة True or False يعني إما صح أو خطأ بدي يسميه مثلا Is Me ولازم مرره بداخل Constructor فلازم اكتب This.is Me وبدي خليه Required بكتابة الكلمة Required مشان النول سيفتي وهلأ بالمكان يلي مستخدم فيه المسجلين بحتاج مرر قيمة لهذا المتغير الجديد بداخله أنا مستخدمه هون وهلأ صار بده متغير تالت يلي هو Is Me وهلأ من هون فيني غير قيمة هذا المتغير الجديد بالاعتمار على الف الشرطية بس فيه طريقة كتير سهلة عوضا كل مرة عن كتابة F Statement بكل مرة بدي قارن بين شغلتين فيني استخدم F Statement المختصرة مباشرة بداخل الكود بداخل Is Me أنا بدي قارن إذا Current User هو يساوي يساوي Message Sender يعني إذا المستخدم هي اللي حاليا عمل تسجيل دخول يساوي المستخدم اللي أرسل الرسالة وإذا كان الجواب نعم عندها رح تكون قيمة هاي ال Is Me هي القيمة True وإذا كان الجواب لا يعني هاد لا تساوي هاد فرح تكون قيمة ال Is Me هي False وهي هي القيمة اللي رح يتم تمريرها لداخل Message Line Widget طبعا من خلال ال Constructor ورح نحصل على القيمة اللي رح تجيني إما صح أو خطأ وهلأ هون محل ما عم نبني فقاعة الرسالة صرت أعرف إذا المستخدم اللي حاليا عامل تسجيل دخول هو نفس المستخدم اللي أرسل الرسالة وهلأ بيقدر غير تصميمي اعتمادا على هاي المعلومة بدي يغير لون الخلفية هاد بالاعتماد على قيمة المتغيرة الجديد إذا كانت قيمة True بدي أعطيه لون الأزرق أما إذا كانت قيمة Force بدي أعطيه لون الأبيض فيني يستخدم هون F Statement المختصرة أو يلي بيسموها Ternary Operator إذا كانت قيمة الآزمي هي True فلازم يطبق الكود اللي موجود بعد علامة الاستفهام أما إذا كانت قيمة False فرح يطبق الكود اللي موجود بعد النقطين فوق بعض ورح أعطيه لون الأبيض Colors.White يعني إذا كانت قيمة هذا المتغير هو True يعني المستخدم اللي هو حاليا عامل تسجيل دخول هو نفس المستخدم اللي أرسل الرسالة فرح يطبق هذا الكود بعد علامة الاستفهام ورح تكون لون الخلفية زرقة أما إذا كانت قيمة المتغير False يعني المستخدم اللي حاليا عامل تسجيل دخول هو ليس نفس المستخدم اللي أرسل الرسالة فرح يطبق الكود اللي بعض النقطين فوق بعضهم ورح يكون لون الخلفية أبيض لازم اعمل restart لأشوف التغيير ما رح يكفي نعمل حفظ ولازم اعمل تسجيل دخول على السريع بالدرس القادم رح نخلي التطبيق دائما عامل تسجيل دخول لا تقلق ولح نعالج هذا الشيء وهيك رح شوف كل الرسائل اللي تم إرسالها من المستخدم اللي عامل حاليا تسجيل دخول بلون خلفية أزرق أما رسائل من المستخدمين الآخرين رح يكونوا بلون خلفية أبيض طبعا ما لنا شايفين الرسالة لأنه كمان لون الخط أبيض بس فيني غير لون الرسالة بنفس الطريقة رح يمحي هاي الف statement لأني ماعد بدي إياها وكتبت الكود هون مباشرة بدون إذا الشرطية وهون محل ما ليعاطي اللون الأبيض لنصر الرسالة بدي إفحص إذا قيمة is me هي true فرح يتحقق الكود يلي بعد علامة الاستفهام ويلي رح يكون لونه أبيض أما إذا كانت قيمته force رح يتحقق الكود يلي بعد النقطين فوق بعضهم ويكون لون الخط الأسود فاتح مثلا بدرجة 45 متل مو شايفين وهلأ الشغلة يلي بدنا نغيرها كمان بدنا ننقل الرسائل المستخدمين الآخرين على اليسار كمان بنفس الطريقة عندي هون أنا مستخدم cross-axis alignment وهلأ بدي إياها إذا كانت قيمة المتغير is me هي true فرح يكون الرسائل مصوفين على اليمين أما إذا كانت false فرح يتحقق الكود بعض النقطين فوق بعضهم بدي يكون الرسائل مصوفين على اليسار يعني cross-axis alignment dot start وإذا عملت حفظ رح نشوف الرسائل يلي أرسلتها من هذا المستخدم على اليمين أما رسائل المستخدمين الآخرين موجودين على اليسار مع لون خلفية أبيض ولون النص السود فاتح بقي غير اتجاه الزوايا لهذه الرسائل لازم تكون هاي الزاوية على الطرف اليساري كنا ساوينا هاي الانحناءات من هون مع border radius الكود الحالي رح يتحقق ويظهر بس لما قيمة المتغير is me هي true يعني المستخدمي اللي عملت تسجيل دخول هون هو نفسهم مرسل الرسالة أما إذا كانت قيمة force بعض النقطين بدي أعطي border radius باتجاهات مختلفة فرح انسخ هذا الكود تبع border radius ورسقه بعض النقطين بس أنا هون ما بدي أعمل من إنحناء للتوب ليفت وإنما للتوب رايت حفظ وهلأ إذا كتبت رسالة من هون من هذا المستخدم وضغط إرسال رح أشوفها باللون الأزرق كتير منيح بالفيديو القادم رح نشتغل على ترتيب الرسائل وكيف نخلي المستخدم دائما عامل تسجيل دخول لا تنسوا تعملوا لايك إذا عجبكم فيديو اليوم كنوع من الدعم شوفكم بالفيديو القادم سلام شكرا